كوباية من اللبن البودرة كوباية من اللبن البودرة كوباية زيت كوباية نشا كوباية مية 3 صفار بيت عايزين لون هتبقى أصفر أو يمكن نزود صفار بيدي بأربعة 3 مسلسات من الجبنة لأي نوع احنا بنحب و بنفضلوا جبنة المسلسات اللي بنشتريها للولاد دي 3 معالق كبار من القشطة 3 معالق كبار من القشطة فلفل أسود حب و عندي زتون عايز عاملها بتعم الزتون هعملها عايز عاملها بالفلفل الأسود الحب هعملها عايز عاملها سادة خلص من غير لده ولا ده مفيش مشكلة أبدا نقول تاني المقادير بديل الجبنة الرومي كوباية لبن بودرة كوباية زيت كوباية نشا كوباية مية 3 صفار بيضات 3 صفار بيضة 3 مسلسات جبنة جبنة مسلسات 3 معالق كبار من القشطة فلفل أسود حب أو زتون اللي يعجب حضراتكم طيب هقول بسم الله هاخد أول حاجة أحط المكونات السائلة في الخلاط و ده برضو يرجع لي لإن أنا مرهقش الجهاز أهم حاجة حافظوا على الأجهزة قديكم شايفين الأجهزة الجد والله العرائس الجداد والله الشباب حتى آآ الله يكون فاهمكم يعني طيب بسم الله كوباية مية فنحفظ على الأجهزتنا النشا أحط الأول الزيت يبقى الزيت كوباية مية بسم الله كوباية زيت حط الأول كوباية لبن بودرة بسم الله رحمن الرحيم كوباية النشا هي على فكرة أرحم بكتير لو عرفتوا مقادير جبنة الرومي بتحط فيها إيه الحقيقية مش هتشتروها عن رغم أن أنا بحبها جداً بس الحقيقة بأقننها جداً ثلاث مسلسات جبنة آآ الفلفل الأسود صح طيب ما ناخدوا الواحدة مع علقتين قشطة وهاخد ثلاث صفار البيض أنا هحط كم حبة فلفل مع الخليط تدي طعم وهحط شوية ملح بسم الله رحمن الرحيم هليني أخد شوية كده عشان دي هتطول معي شوية حبة كده وممكن برضه تحكم في طعم الملح مش لازم تبقى ملحة قوي يعني خلاص وهاخد بقى طبق صغانون أفصل فيه آآ صفار البيض عن البيض والبيض ما يترميش هنعمل وصفات بالمرينج آآ حاجات حلوة قوي للولاد إن شاء الله وتتلون وتبقى من الحاجات المفيدة وهو في الآخر بيض بيد بسم الله أدي صفارة بسم الله وآدي التانية بسم الله وآدي التالج طب هنعمل إيه في البيض هناخده في كيس تلاجة وآآ أحطه في الفريزر وقت ما يجي أستخدمه أو أعوزه أستخدمه في كيك في باسكوت في مارينج في أي حاجة يقدوب هطلع كيس يحطه على الرخامة هيفك ويسيحه كأن حضرتك لسه كسر البيت حالا خلاص طيب يبقى أنا كده خلاص هبدأ بقى إيه أخلط الخليط ده مع بعض هنا بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بس الجوانب كده بمعلقة خديسة أضربه كويس جدا خلاص أنا هسويها بصراحة على حمام مية على البتجاز مش هسويها إيه بقعد بقى أعملها فيه ناس ممكن تسويها كده تطبخها زي جدنا المطبخة أنا مش هعملها كده طيب بسم الله هاخد بقى الخليط كده هنا هاخد نقطة زيت في الحاجة اللي أنا هعمل فيها أنا عايزة شكلها مثلا يبقى مدور كده فهاخد حاجة عرف أحطها في الحمام بغض هاخد نقطة زيت كده بسم الله أدهم حواليها عشان لما تستوي ما تلزقش في الجوانب وأعرف أطلعها قلبها كقالب يعني كده كده وبعدين أصب بقى الخليط أنا بالوقتي سخنت حمام مية على النار أبتت شوية فيه مية سوف بسم الله الرحمن الرحيم فيها بقى الفلفل اللي حضراتكم شايفينه بص بقى في الخليط فيه فلفل أهو الفلفل الأسود الحب الحلو ده ما جرور شوي أنا جراشته شوي خلاص هاخد بقى الخليط ده بسم الله هاخطه هنا شايفين تلعت لحده نص الوعاء نفسه خلاص وبعدين هغطي هاخد بس قطع تفويل بسم الله الرحمن الرحيم هغطي وشها أو لو عندي غطة للحلة الصغيرة دي هغطيها هتاخد قدي وقت على الحمام المية بقى على نار هادية وسط يعني نار إحنا مواطين النار مواطين مهدين خلاص كأننا إيه بنعمل رز هتاخد مش أقل من ساعة من ساعة لساعة وربع على حسب كل واحد درجة حرارة طيب المية بقى لازم أتبعها المية أول ما تقل مع الوقت في السوا كل ما تقل كل ما أزود مية سخنة جاهز أسخن الكاتل كده وأضيف المية سخنة حطيت المية برد ده مش حل لازم أحط المية سخنة مولعة فتكأناها بتكمل السوا بتاعها مفيش مشكلة حد ما تخلص وقتها خالص تمام؟ أول ما تخلص هسيبها هسيبها جوه المية لحد ما تهدى خالص وهي متغطية بعد ما تتماسك بقى هتبقى متماسكة وليحا دباتكو شكلها بسم الله هنقلها دلوقتي في الطبق التاني بصوا هتبقى كده عايزة بس أقطع لكم وهي بتغلي بقى كده أنا مهدية المرة خليني أهدية المرة عليها أيوة على أربعة مسلا أو تلاتة بصوا بقى طبعا هي كريمي سنة عن اللي احنا متعودين عليها لكن بصوا الجبنة ده عشان القشطة بقى اللي احنا حطناها أهي حاضر هم بيهزروا دلازي وبيقولولي إن أنا مش عارفة قطعها رفاية يشتكوا مني لا لا أنتم بتشتكوا مني على فكرة مش هادل هرد عليكم بقى مش هادل هرد عليكم بقى مش هادل هرد مش هادلين هو اللي هيرد طيب بصوا أهي أرفع بقى حاضر قص السكينة مش مساعديني حقيقة يعني كبيرة حاضر بس كده أنت تؤمر طيب ممكن أاخد كده هنا وأعمل كده بصوا بقى الفكرة يعني نفسها وعمل تقالب حلو والله جميل أهو أشيل دي وبعدين شوية بقى فلفل كده نزوم الديكور يعني ديكوريشن شوية زيتون طبعا حضراتكم بقى تقدروا يعني إيه يعني تبضعوا بقى في أي حاجة حابين تخلوها بيها لكن أنا حاولت أوصل لأبسط الحلول ترجمة نانسي قنقر